من ولاية سيدي بوزيد قامت خلالها مجموعات من الأفراد بحرق قاطرة لأحد القطارات وإذرام النار في ثلاث سيارات للحرس الوطني قبل أن تهاجم مركز الحرس بالمدينة قد عمدت المجموعات المتورطة في أعمال العنف والشغب إلى محاصرة ومهاجمة مركز الحرس الوطني بقثه بالزجاجات الحارقة والحجارة بعد أن وضعت الحواجز في الطرقات القريبة ثم أقدمت على إذرام النار في بنية المركز من الخارج بينما حاول في الآن نفسه عدد من الأفراد اقتحام مركز الحرس بالقوة وقد سعى أعوان الحرس الوطني إلى صدهم عن ذلك بتوجيه عديد التحذيرات لهم وبإطلاق النار في الهواء لكن هذه المجموعات واصلت محاولتها اقتحام المركز مستخدمة الزجاجات الحارقة مما اثار بعض أعوان الحرس إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم وقد أدى ذلك إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح اثنين أخرين فيما أصيب عدد من أعوان الحرس الوطني بحروق من بينهم اثنان يوجدان في حالة غيببة ترجمة نانسي قنقر